ده طبعاً كان رأيي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في الأزمة وطبعاً السادة الصحفيين والسادة الإعلمين أمير خلينا نروح لتصريحات موسيماني موسيماني يعني خرج في الاثنين ساعة الأخيرة بتصريحات أنا مش عارف فهمها مش عارف هو عايز يمشي ولا هو بي 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 مش عارف هو عايزة عايزين استعرك كده تصريحات موسيماني مع كابتن أمير عبد الحميد عشان عايز أعرف رأيه فيها لأن تصريحات يعني منها أن أنا طبيعة العمل في الأهلي تجعلني أعاني من ضغوط كفيرة تصل لارتفاع ضغط دمي أنها بيئة عمل صعبة ومرهقة الأمر لا يتعلق بضغط وسائل التواصل الاجتماعي والمشجعين يتعلق أيضاً باللعبين تريدهم أن يفعلوا بعض الأمور ولا يفعلون بيئة العمل في الأهلي مرهقة وصعبة وتأخذ الكثير من طاقتي ما رأيك؟ تصريحات غريبة جداً أنا معي في حتة أن النادي الأهلي طبعاً أنك بتلعب في النادي الأهلي أو كمدرب بتمثل النادي الأهلي فيه ضغوطات طبيعية زي النادي الزماليك والأنديها الكبيرة أنك أنت عليك ضغوطات هذا طبيعي لأننا النهاردة ما تلعب تحت الضغط أن أنا بلعب بتشيرت النادي الأهلي وأن أنا مطلوب مني أكسب ومطلوب مني بطولات هذا طبيعي لكن أنا النهاردة أقول أن بيئة النادي الأهلي أو أن أنا أقول أن النادي الأهلي بيجيب لي ضغط دم وكلام ده كله لا ده مرفوض تماماً وأنا تصرحات مسلماني دي بالنسبة لي غريبة جداً وغريبة عن النادي الأهلي وخصوصاً أنه هو مش آخر أسبوعين يميده لا بقى له فترة كبيرة جداً أنه هو بيصرح بتصرحات غريبة وده مش موجود في النادي الأهلي أننا النهاردة النادي الأهلي دايماً منظومة ولما تيجي قرارات أو تصرحات من مسؤول أو مدير فني في النادي الأهلي يمثل النادي أهلي لازم تكون محددة لازم تكون فيها اتزان لازم يكون فيها إمتى أطلع تصرحات لي في وقت معين ومن خلال النادي الأهلي من نهاردة بتعمل مؤتمر صاحب تبقى أنت محضر هتتكلم في إيه لكننا النهاردة ما جاءتكلم على النادي الأهلي أن النادي الأهلي بيجيب ده بضغط دم ولا ضغط ولا يجيب أي تصرحات للحاجات الغريبة اللي قالها مسلماني أعتقد أن الكلام ده سأقول لك حاجة أمير أنا بقول برضو أن في حتة عند مجلس إدارة الأهلي أو القائمين على كرة القدم في النادي الأهلي لأن الراجل ده كان واضح جدا أنه عنده مشكلة كبيرة في أنه بيتحدث مع الآلام كثيرا في أوقات مختلفة وفي متنوعة وفي صحف متنوعة وخاصة بيتحدث للإعلام الجنوب الأفريقي وبيقول لأ عجب تنقل هنا في مصر كان لازم يخرج فرامان بعد أول تجربة معاه بعدم الحديث إلى وسائل الآلام دون الرجوع إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وكان لازم البند ده وهو بيجدد يتحطط له في عقده يعني أنا عارضة خاصة سنة عاشت معاك تجربة أنا عاشت شفت قبل كده ماشي خلاص مكانش عندك حاجة في العقد أنا في رأيه كان لازم أنه وهو بيجدد عقده لأ تعالى أنت عندك قصة هنجدد هنديك كذا الشرط الجزائي كذا كل الكلام ده كله هنوقع عليك غرامات في حالة الحديث إلى وسائل الإعلام دون الرجوع إلينا على فكرة النادي من حقه أنه يعمل كده هو أنا معاك يميدو وخلي بيقى لك النادي الأهلي مش مش شرط أنه هو يكتب في العقد بند في ده النادي الأهلي أنت النهاردة كمسؤول في النادي الأهلي أنت بتتكلم على النادي الأهلي بتتكلم على أكبر نادي في أفريقيا بتتكلم في نادي عنده جمهارية غير طبيعية فلازم يبقى أنت النهاردة عندك اتزان في تصرحاتك لازم تكون من خلال النادي بغض النظرة عن البند اللي هو جوة النادي الأهلي ده اتفاق أكيد جوة الأهضم مفروض ويكون عارف سيستم النادي الأهلي مش إزاي أو مكتوب في العقد إيه مشكلة أعتقد أنه كان ليه وقفة لكن الغريب أنه نهاردة لو حتى فيه اجتماع مع مجلس الإدارة بيتكلم في التصرحات لازم تبقى تقلي بالك في تصرحاتك للتصرحات دي بتنسب للنادي الأهلي والنادي الأهلي ما بياخد قرارات أو تصرحات لازم بصورة جمعية تشوفت المؤتمر الصحفي النهاردة النادي الأهلي قرر مجلس الإدارة والكابتل الخطيب أنه وفقته معين هنطلع نقول الكلام ده خلاص ده فيه سيستم منظام النهاردة النادي الأهلي كل الناس بتتكلم أنه لازم ينسحب من أفريقيا والناس النادي الأهلي لازم مش عارف هيبقى منظور وحش قوي فالنادي الأهلي ما جاء فكر فكر بطريقة جمعية أنه النهاردة ما ينفعش نسحب فالنادي الأهلي النهاردة في تصرحاته أو في أي قرار بياخده لازم بياخده بصورة جمعية النهاردة حتت ودي ما شفناش قبل كده يعني مستر مانو جزي نفسه بتاريخه ما كانش يقدر يطلع يقول تصرحات زي دي في وقت معين ويخالي مجلس الإدارة أو النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي يبقى شكله مش كويس أنه هو النهاردة نهارد الأهلي بماشي بسيستم تقوله عمره ماشي بسيستم ما تطلعش برا سيستم خلل فين همير يعني انت بتقول منو جزي ما نفسه ما قدش يقدر يقول خلل فين؟ ايه المشكلة؟ أنا معرفش أنت النهاردة أكيد مجلس يقدر بيقعد مع مستر مانو يقول له ما فيش تصرحات دلوقتي ما تتكلمش دلوقتي في أي حاجة بس بيطلع يتكلم فاليه برضو مشكلة كبيرة جدا لازم فيه وقفة ولازم يفهم الكلام ده كويس وزي ما انت بتقول لما يده لو نادي الأهلي يحط بند النادي الأهلي لازم يوعد في قضاء مغلقة ويتكلم من الحاجات دي تتحسب على النادي الأهلي تتحسب عليك أنت كمدير فني بتمثل النادي الأهلي لازم يفيد لا وبعدين بيطلع بيهاجم اللعيبة بيهاجم اللعيبة انت نهاردة لما بتقول في غير موضوع محمد شريف وحسام حسن اللي هو يعني لما كان عايز يدفع عن بيرتتا وفق أقحم محمد شريف وحسام حسن في جملة واحدة وده غلط نهاردة كمان بيقولك اللعيبة للأسف في وقت انه هو بتقول لهم تعليمات وما بيعملوهاش بعفوش يعملوها فده برضو ده تقليل المشكلة عنده هو أصلا لا ده تقليل من اللعيبة يعني انت النهاردة معنا كده انت بتقول ان اللعيبة دي ما عندهش وعي تكتيكي وعمل كده بيقولك كسنهم عندهم نظام بيمشوا مدرب كل شوية انا عندي تفسير واحد للتصرحات المسلماني ما عرفش انت بتفق معي على لأ انه هو بيحاول يدفع مجلس الإدارة الآلي إلى إقالته يعني انا ده التفسير يعني ما عنديش تفسير تاني اللي هو بيعملوه يعني هو فعلا ما بيقول الكلام ده يميدو طالع من المسلمان ده طالع منه رسمي اه طالع منه رسمي بخلص سوى الرجل ده مسؤول عن الكلام اللي بيطلع منه ده ما ينفعش النهاردة انا النهاردة كمدير فني او لاعب في النادي الاهلي او سوري يعني عامل في النادي الاهلي انا بمثل نادي وكيان كبير لازم انا بتكلم لازم كل حاجة محسوبة عليا ومحسوبة على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وانت في مكان فيه نظام وفيه نظام ما تعدهوش فانت نهاردة زي ما انت بتقول لأ ميدو انا النهاردة بتتفق معك في حاجة واجهي اعمل ع internship يبنا في سبب أو فيه غرض معين أنا عايز أعمله أنا عايز أنه هو عنده عرض تاني هل بيمتلك؟ أنا مش عارف بص يا ميدو أنا النهاردة مش رجل ده مجدد بيتفاهم مع النادل أهلي طيب وفي نفس الوقت النادل أهلي قاعد في وقته معين ومعلنش غير في وقته معين إن أنت النهاردة الرجل نادل أهلي يتعاقد مع مستر موسيماني والجهاز الفني النادل أعرف هو بيعمل إيه النادل أهلي عارف أمتى يجدد طيب أنت رأيك إيه المفروض مجلس الدارة الأهلي يعمله دلوقتي عشان يوقف النزيف ده إيه ده نزيف إنت عندك مدرب كل 24 ساعة بيخرقوا بتصريح مختلف وإنت دخل على مطش قمة ومرحلة صعبة مش سهلة الأهلي المفروض يعمله عشان يوقف النزيف ده يعني فيك اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب وما بين موسيماني المفروض فور وصول الموسيماني مفروض بكرة أو معرفش ممكن يتأجل شوه عشان طبعا بلسه وكابت الخطيب كان عامل النهاردة مؤتمر كبير فأكيد برضه يعني ممكن يتأجل يوم أو يومين فيه اجتماع بيقولك دلوقتي معكات الخطيب دلوقتي حسن يعني ده الشباب بيقولولي أحمد خالد بيقولي يعني معلومة مؤكدة إنت رأيك المفروض كابتن محمود الخطيب يقولي المسيماني عشان يوقف النزيف ده أول حاجة يميده في الاجتماع كابتن الخطيب في مجلس الدارة يتكلم مع المسيماني أنك أنت النهاردة ما يفعش تطلع التصريح أو تتكلم في حاجة تحسب عليك وتحسب على النادي الأهلي لازم حيث التصريحات دي توقف شوية تاني حاجة يعرف أسباب التصريحات دي إيه أنت راجل مجدد مع النادي الأهلي يعني فيه استقرار في النادي الأهلي وأكيد من ضمن الاجتماعات النهاردة كابتن الخطيب هيعرف برضه أسباب أن النادي الأهلي برضه لعيبة أو إيه اللي حصل في مطش نهائي مطش بطولة مهمة زي دي النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي مستاني بطولة زي دي لازم يقعد يشوف الأسباب إيه إيه اللي كان حصل إحنا النهاردة ناس كان فيه استقرارهم مجدد والأمور ماشية كويس جدا إيه اللي حصل ده هيتكلم ممكن يتشاور معاه في الحتة أسباب برضه بس دي تققى جوة الغرف المقلقة كما قلت بس ده ممكن يكون ضمن الاجتماع اللي هيحصل تاني حاجة عايزة يعرف ليه كلام كتير في حتة تصرحات وعكس تماما سيستم النادي الأهلي وعكس تماما الاستقرار اللي أنت فيه أنا مضي تعادل مع النادي الأهلي لو انتقاد اللعيبة وتنتقد اللعيبة وده ما حصلتش قبل كده خد اللعيبة على الملأ دي مشكلة جدا دي مشكلة جبير جدا في النادي الأهلي أنت بتنتقد اللعيبة فيه اجتماع بيجي مثلا في بعض النادي الأهلي في أي مكان في العالم وخصوصا في النادي الأهلي بيدهم يعني النهاردة في النادي الأهلي دايما بعد أي هزيمة أو أي مطش مهم الناد الأهلي ميبقاش في المستوى أو يخسره بيجي مجلس إدارة أو جهاز الفني بيعودوا مع بعض في قضاء مغلقة بيشوفوا الأسباب بيشوفوا اللعيبة كانت حالتها ليه كده بيعودوا مع الراجل إيه الأسباب اللي هي خالت الناد الأهلي في مطش الزداء أو بطولة زداء دي مهمة يخسر فيها كل ده في غرفة مغلقة لكن أنت النهاردة بتطلع تتصرح بتصرحات عكس تماما سيستم الناد الأهلي وعمره ما حصلت أن النهاردة مدير فني في نادي الأهلي ميدو يطلع ينتقد اللعيبة على العلن ما ينفعش النهاردة بتقعد لو أنت عايزت تتكلم وتعني في اللعيبة ده في القوضة عالية ده حقك كمدير فني ومجلس إدارة بيتكلم في نوقات عريضة في خطوط عريضة إيه الأسباب الهزيمة إيه اللي حصل برضو لازم يقف برضو التصرحات اللي هو بيتكلم فيها اللي قالي دايما لو في أي مشكلة بيقفل إنت النهاردة إزاي بتقفل وبعدين بتطلع تصرحات يبقى أنت في حاجة مش مزبوطة